اشتركوا في القناة كما نرى عزيزي ولي الأمر في الصورة يوجد لدينا عدم تنظيم في الكتابة وعدم تنظيم بكتابة على السطر ورسم الأحرف بشكل صحيح كما نرى عزيزي ولي الأمر من أهم أعراض عسر الكتابة عدم تشكيل الحروف بالشكل الصحيح هي عدم كتابة أو تشكيل الحرف بالشكل الصحيح عدم تباعد الحروف عن بعضها البعض عند الكتابة عدم الكتابة بخط مستقيم وعلى خط مستقيم في دفتر الكتابة عدم السيطرة على الورقة عند البدء بالكتابة والسيطرة عليها بيد واحدة وأيضا عزيزي ولي الأمر عدم الضغط على القلم بشكل مناسب ويصبح الكتابة باهتة عدم السيطرة على القلم أو أدوات الكتابة الأخرى مثل الممحة أو الأدوات الأخرى عدم الكتابة الحروف بالحجم الصحيح عزيزي ولي أمر الطالب عند تواجد أحد هذه الأعراض يصبح عند الطالب مشكلة في الكتابة وهي عسر الكتابة وعزيزي ولي الأمر من التمرين التي علينا اتباعه لتقليل عسر الكتابة بداية كما نرى في الصورة علينا الجلوس بشكل صحيح قاعدة 90-90-90 وهي أن يكون الظهر مستقيم بهذا الشكل مستند على ظهر الكرسي بهذا الشكل والزاوية هنا 90 ثم زاوية الركض 90 وأخيرا القدم من الأسفل 90 بهذا الشكل وعلينا أيضا أن يكون الورقة باتجاه صحيح عند تحديد اليد السائدة للطالب إن كانت يمنى أو يسرى فإن كانت يمنى علينا وضع الورقة إلى اليسار مائلة بدرجة 45 درجة كما نرى عزيزي ولي الأمر وإن كانت اليد السائدة اليسرى علينا إمالة الورقة 45 درجة إلى الجهة اليمنى بهذا الشكل ثم علينا عزيزي ولي الأمر أن نتأكد من مسك القلم بشكل صحيح كما نرى المسكة الصحيحة وهي الإبهام والسباب يقومان بالضغط على القلم بهذا الشكل والوسطى يكون دعاما من الأسفل على القلم والآن عزيزي ولي الأمر علينا إمالة الورقة إلى الجهة اليسرى 45 درجة سبب أن اليد السائدة لي هي اليد اليمنى ومسك القلم بشكل صحيح والبدء بالكتابة بهذا الشكل وهناك أيضا عزيزي ولي أمر طالب تمرين يمكن اتباعها عند تدريب على تقليل عسر الكتابة كما نرى في الصورة هي تمرين التنمية للمهارات الحركية الدقيقة بداية بالخرز ووضعها في ثقوب وغيرها من التمرين المهارات الحركية الدقيقة ثم تمرين لكتابة الأحرف بشكل صحيح علينا اتباع منهجية أخرى وهي تدريب على كتابة الأحرف على الرمل ومعجون الحلاقة وغيرها لتعليم الطالب الرسم الصحيح للحرف ثم تعليم الطالب عزيزي ولي الأمر الكتابة على نقاط لتعليم الطالب كتابة الأحرف بشكل صحيح كما نرى عزيزي ولي الأمر إن كانت أحرف أو أرقام علينا تدريب الطالب على الكتابة على النقاط ورسم الحرف بشكل صحيح وأخيرا علينا تمرين الكتابة بداية نبدأ بكتابة الأحرف داخل حيز معين حتى نقوم بتنظيم الحجم المناسب للحرف والرسم الصحيح للحرف كما نرى عزيزي الولي الأمر علينا تدريب الطالب على كتابة الحرف داخل حيز معين بداية نبدأ من الحيز الكبير ثم ننتقل إلى الأصغر والأصغر حتى يصبح حجم الحرف حجم مناسب ثم كتابة الكلمات مفصول عن بعضها البعض داخل حيز حتى يقوم الطالب بتنظيم العمل الكتابي ثم ننتقل أخيرا إلى تدريب الطالب على كتابة جمل على خط وكتابتها بالشكل الصحيح كما نرى وبهذا نكون عزيزي ولي الأمر الطالب قد أنهينا اليوم تمارين لتقليل مشكلة عسر الكتابة من الجلوس بشكل صحيح ومسك القلم بشكل صحيح ووضعية الورقة بشكل صحيح وإلى اللقاء في تمرين أخرى ومهارة أخرى من قسم العلاج الوظيفي